ممثل المفوضية السامية للأم متحدة لشؤون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية دكتور حنان حمدان التقت مع وزير التربية والتعليم الفني دكتور رضا حجازي في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال الاجتماع ده حصل ايه؟ اولا دكتور حنان حمدان اشدت بالدور اللي بتلعبه الحكومة المصرية في توفير التعليم خد بالك بقى انا مصر بتشتغل ازاي؟ لغالبية اللاجئين احنا بالنسبة لنا بنقول ايه؟ الضيوف اللي موجودين عندنا زي ما يتحدث دائما الرئيس تعبير الحقيقة شديد النبلع وطالب اللجوء كمان يعني مش بس اللي عنده موافقة حتى طالب اللجوء المفوضية بتشتغل بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم مسألة التعليم العام في مصر واللي بيتم تقديمه دلوقتي للطلاب من السودان ومعد معي من السودان جنوب السودان سوريا اليمن على قدم المساواة مع المصريين زي وزي أخوه المصري بالملي طيب في العام الدراسي عشرين اتنين وعشرين 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 عدد الطلاب الضيوف أنا هستخدم مصطلح فخامة الرئيس إذا أزلي عدد الطلاب الضيوف المسجلين في المدارس الحكومية في مختلف المحافظة الطلاب ستين الف ربعمية اتنين وتمانين طالبا ضيفا على رأسنا في عنينا وعلى دماغنا بس مهم عند حضرتك ومهم عندي ان احنا بس نبقى فاهمين ما الذي تقوم به مصر ما الذي تقدمه مصر لأكتر من تسعة ونص مليون ضيف موجودين عندنا معززين مكرمين مصر لا تضع مخيمات مصر لا تعامل الناس معاملة هذا ضيف وهذا غير ضيف وهذا ابن البلد مصر تعامل كل من هو موجود على الأراضي المصرية معاملة صاحب البيت